مساء الخير ازايكم عاملين ايه شباب اخباركم ايه النهاردة التشابتر بتاعنا عن الدايليكت ماركتنج احنا كده بقى نكون خلصنا البارت اللي قبل كده اللي هو بنتكلم فيه عن الـ IMC as a process والكومنيكيشن process والبلاننج بتاعته وكل الحاجات دي كلها والكرياتيف والميديا بلاننج وازاي ان احنا بننزل في الميديا بوعيد ايه بالـ scheduling بتاعنا ايه والكلام ده كله نبتدي بقى من اول النهاردة وبالشابترز اللي جاية كلها هنبتدي نتكلم على الـ pillars كل pillar لوحده كل عمود من الاعمدة بتاعت الـ IMC هنبتدي بقى ايه كل تشابتر بيتكلم عن واحد منهم وندرسه ونعرف ايه هي الـ pillar دي ايه هو والتولز بتاعته الـ advantages والـ disadvantages بتاعته بنتصرف بيه ازاي وكلام ده كله تمام؟ فنبتدي كده بقى مع بعض ان شاء الله برضه هو الـ chapter بتاعنا المرادي chapter زريف جدا و بسيط direct marketing هو chapter صغير وسهل وزريف طيب احنا عندنا الـ direct marketing اه طول ده it is very very effective method هي اه طريقة اه المفروض ان هي very effective very effective يعني ايه يعني ايه اللي هي فهالية قوية جدا مع الناس اه وطبعا تعتبر ان هي من low cost اه methods لان هي اه لا هي تلفزيون بيتدفاع له ملايين ولا فلوس قد يجب بيتدفاع في الراديو دي حاجة تكلفتها بسيطة قوي قوي اللي هو الـ direct marketing ده ان هو معروف دايما ان هو تكلفته قليلة والمفروض ان هو very effective او ان هو بيجيب فعلية سريعة و instant feedback تمام؟ فيه ناس بيختلط عليها الامر ما بين الـ direct marketing والـ personal selling اه هم مختلفين ليه لان في الـ personal selling هنتعلم في الـ chapter بتاعه وبعد كده ان انت you can tailor the message انت تقدر تفصل المسج اللي انت عايز تقولها على حسب الشخص اللي قدامك اوكي؟ يعني انا مش عايزة ادخل فيه تفاصيل دلوقتي لان ده هنشرحه later on بالتفصيل بس يعني ايه in general كده الـ personal selling انت بيبقى قدامك الشخص فانت بتشوف على حسب الموقف اللي انتوا قاعدين فيه سوا والظروف المحيطة والـ facial expressions بتاعته هو التعبيرات وشه عاملة ازاي او طريق كلامه مثلا لو الراجل جاي مع امراته اصرته مثلا وولاده وكلام ده فانت بتقدر تتيلر او بتقدر تفصل المسج اللي انت عايز تقولها بالطريقة على حسب الـ situation اللي انت فيه في الـ direct marketing ما بيحصلش ده ليه لان انت بيبقى عندك message واضحة صريحة مكتوبة انت عايز تبعتها لحد بعينه تمام؟ عشان كده احنا بنقول عليه ان هو direct direct يعني ايه؟ يعني ما بيني وما بين شخص انا ببعت له هو directly ما بعتهوش لـ mass او لعدد كبير قوي من الناس مش زي التلفزيون التلفزيون بينزل لـ mass audience الراجل بينزل لـ mass audience نفس الكلام الـ prints والحاجات دي كلها الا لو انا حتى مثلا بقول ان الاعلان ده للمنطقة الجغرافية دي او للمنطقة السكنية دي ففي الحالة دي هو يعتبر direct marketing او ان انا ابعت لك ايميل ليك انت ده direct marketing ابعت لك message على موبايلك ده direct marketing حد بيكلمك في التلفون بيقولك على حاجة معينة على product فـ this is called telemarketing which is a tool من الـ direct marketing يعني ايه؟ يعني هو بيبقى فيه حيطة الـ personalization ان انا بكلمك انت ببعت لك المسج ليك انت مش لكل الناس مش زي الـ advertising tool تمام؟ وهو ما بيبقاش فيه tailoring للمسج علشان ايه؟ حشان كده احنا قلنا ان هو مش زي الـ personal selling تمام؟ وعادة الـ direct marketing بيبقى المجموع او العدد صغير من الناس يعني انا ما ببعتش لكل الناس لا انا مثلا الـ product بتاعي بيطارجت فئة من الناس فئة مثلا شباب الشباب دول اللي انا عايزهم بتوع الجامعة من اعمار سن كذا لسن كذا موجودين في الجامعات الفلانية علشان هم مثلا الـ social class بتاعهم اللي انا عايزه هيبقى كذا فهاجيب الـ data من شركات الـ gsm او من شركات المحمول الـ data بتاع الطلبة بتوع الجامعات دول for example وهم دول اللي انا هبعت لهم messages هبعت لهم emails تمام؟ فهي بتبقى على على smaller scale على ناس محددة ناس معينة انا ببقى عايزهم بعينهم عشان كذا ده احنا بنقول عليه direct marketing تمام؟ يبقى اي الـ objectives بتاعتنا؟ ان احنا we will recognize the area of direct marketing as a communication tool هنعرف يعني ايه direct marketing as a communication tool لان احنا قلنا ده pillar من ضمن الـ pillars بتاعتنا بتاعت الـ IMC اللي احنا بن communicate فيها او من خلالها مع الـ consumer دي طريقة من طرق الـ communication او من طريقة من طرق الـ الاتصال ما بين الشركة والـ consumer او المستهلكة او to know the strategies and tactics involved in direct marketing عايزين نعرف برضو الـ strategies والتاكتيكس دي او الـ tools عايزين ن demonstrate the use of direct marketing media الميديا او channels احنا بنخلالها بنقدر ن communicate بالdirect marketing و to determine the scope and effectiveness of direct marketing اوكي كده طيب ندخل بقى الـ direct marketing هو ايه it's an interactive system of marketing بنقول ليه عليه interactive علشان هو بيبقى فيه ايه يا جماعة مهمة او دي instant feedback instant feedback يعني ايه تجيلي message على الموبايلي مثلا من مؤسسة او من مستشفة 57 تاتة 57 او من مثلا مجد يعقوب او من اي حاجة مثلا بتاع التبرعات او كلام ده كله او رد برسالة او مثلا بخمسة جنيه او رد برسالة او اكتب مثلا او قلب فهتلاقيني على طول بروح رده بالمسج دي فهي فيها instant feedback اوكي جالي الـ email for example فالـ email ده لما جالي انا دخلت على طول ودخلت على الـ website شفت الـ offer ايه هو او كلام ده تمام يبقى انا فيها ايه هنا فيها instant feedback تمام ده المفروض المفروض ان انا باخد منك instant feedback تمام uses one or more advertising media طبيعي ان انا علشان اه اتواصل معيك حيبقى عن طريق حاجة من الـ channels ساعات ان انا بستخدم حاجة من الـ channels بتاعت الـ TV مثلا او الـ advertising media عموما اوكي ا Loree انشان ليه علشان CTF? انا ببقى عايزة اقيس رد الفعل التاعك مسلا.. في اي منطقة انت مسلا موجود فيها اممكن استخدم الـ emailuri مثلا على الـ billboard الي احنا بنشوففها في الشوارع اوكي دي بناخد منها direct response احنا بنقول عليها ايه uses a set of direct response media هتلاقي في مثلا في البيل بورز او في اليوفت اللي هي بتبقى في الشوارع هتلاقي مثلا ان هو ممكن بيروح هتطلق ايميل او بيقول لك مثلا call now او اتصل الان وحتطلق رقم تليفون عمل حاجة اسمها call to action طبعا ما عمل كده يبقى ده نوع من الانواع ال direct marketing اللي بيبقى فيه direct response هو منزل الاعلان ده في المنطقة دي عشانك انت لما تشوفه وبيحركك ويقول لك ايه اتصل بنا الان او زرنا الان او اي حاجة من الحاجات دي طيب طبعا انا اقدر استخدم كذا كذا media او كذا channel ال direct marketing direct response media هي طبعا tools by which direct marketeers implement the communication process الطريقة او الوسيلة اللي من خلالها انا حنفز او هامل implementation للكومنيكيشن process دي اللي هي ما بيني وما بين ال customer اوكي ممكن زي ما قلنا عن طريق messages مثلا عندنا هي دي messages حقيقية بتجيلي على الموبايل مثلا من مؤسسة ماكدي عقوب للقلب رد بقلب بخمسة جنيه وخد سواب انقاصة قلب طفل مؤسسة ماكدي عقوب اوكي انا بعمل reply على المسج دي بكلمة قلب وبيغسل من الرصيد بتاعي او بيتحطى على الفاتورة بتاعتي مثلا خمسة جنيه في الحالة دي هو اخد مني تبرع سريع صريح instantly في لحظتها اوكي على المسج اللي هو فكده خلص هو اخد instant feedback اخد response سريع مني عن طريق المسج اوكي الtypes اللي هي بتاعتنا بتاعت ال direct marketing ممكن يكون text message ممكن يكون direct mail direct mail يعني حاجة جايلك انت على البيت على طول زي مثلا جايلك catalog من شركة جايلك جواب من بنك او كلام دي كله ممكن يكون برضو من خلال كياسك اللي هي اللي بتبقى موجودة في المالز مثلا البوست دي الحاجات دي كلها ده بيبقى حد جايلك انت مخصوص في المكان اللي انت بتروحه وبيقبلك فيه او بيبيعلك product بتاعه في المكان اللي انت بتروحه دايما فهو بينزلك في المنطقة بتاعتك اوكي ممكن يكون عن طريق phone calls ونحنا ببعنا عليها telemarketing ممكن يكون عن طريق ال flyers اللي هي اللي بتتوزع عينا بتتحذف عينا في الشوارع دي او في المحلات ممكن يكون برضو من خلال الكوبونز اوكي طيب يطرى بقى ايه الفاكتورز اللي قدت للغراث بتاع الدايركت ماركتينج او ندر نقول ايه الامبورتنز بتاعت الدايركت ماركتينج هو ليه ليه طلع او ايه اللي خلى ان الدايركت ماركتينج ده بقى مهم وودت له فرصة ان هو يكبر تمام عندنا مجموعة عوامل او مجموعة فاكتورز اللي هم ايه اول واحد طبعا فيهم اللي هو development and expansion of the postal service postal service عارفين اللي هو ايه زي ايه مثلا لما بيجينا جوابات على البيت او مثلا بيجينا مجلات او كتالوجات مثلا حاجات بيجينا على البيت انا بعمل subscription لحد الوقتي لسه ايكيا بيعمل الموضوع ده ان انا بعمل subscription مثلا عنده وبيجيلي كل شهر او كل فترة مثلا العدد بتاعه لما بيصدر بيجيلي على البيت كان برضو زمان فيه والحد التي اعتقد انها موجودة اللي هي بوردة ماجازين دي بتاعت designing بتاعت الستات اللي هم بيفصلوا في البيوت او كده بيعملوا موديلات للملابس دي برضو بيبقى لها subscription وبتيجي على البيت فالdevelopment والexpansion بتاع البريد والتوصيل والشحن والحاجات دي ساعد قوي وسهل في عملية dark marketing لان خلى ان بقى في شركات بيتعلن من خلال المجلات دي او مثلا تحطيلك coupons جوا في المجلات فبقى معروف ان �� او الحاجة اللي نازلة و الفلاير ده اللي جوا المجلة دي هو جاي لك انتا جاي مثلا لبريهان في عنوانها في بيتها فده عشان كده احنا نقول عليه ان هو direct marketing في حتة الاكسبانشن وتطور بتاع البريد تطور او خلى بقى موجود بشكل اكبر لان خلى زي ما قلتلكو الناس او ساعد الشركات انها تعلن من خلال المجلات او من خلال الحاجات بتاعت البريد كنا ساعات مثلا زمان نلاقي في البوستل سيرفز او في السندوق البريد بتاعنا مثلا تلاقي اعلانات من شركات فلايرز مثلا محطوطة المطاعم جديدة بتفتح لأي حاجة من الحاجات دي فكل ده ساعد قوي في الداريك ماركتنج وده هو الداريك ماركتنج برضو السبب التاني او العامل التاني هو الكراديت كاردز حتة ان الكراديت كاردز دلوقتي بقت منتشرة بقت كل الناس معها كروت فيزا وابقت بتحب انها تشعر تشتري اونلاين وحتى التبرعات برضو بقت اونلاين يعني انا بقيت ممكن ادونيت مسلا من على الويبسايت بتاع الحاجة اللي هي التشاريتي او الجامعية الخيرية او المستشفى او كلام ده بقيت برضو اقدر ان انا اتبرع من خلال الكراديت كاردز فحتة الكراديت كاردز دي قومت النيد اكتر عند الناس انها تشتري بقى سهل ان انا اقدر ان انا اشتري وان انا اشوف اه اوفرز جديدة فادخل برضو اشتري او سواء اشتري من المحل او اشتري اونلاين فبردو سهلت موضوع الدفع اوكي فده برضو من الاسباب لقومة حاجات يعنيها كمان في حاجات بقيت ديناميك بزيادة قوي او بقيت اللي بقى فيها الحركة بقت اسرع التغير بتاع نفسه او هيكل المجتمع نفسه ناس كتير بقيت بتحب سريعة كل حاجة عندها بقت سريعة عاية تشتري اونلاين ما بقيتش فاضية بتشتغل طول اليوم مثلا الافليتز كتيرة او هما الافليت ماركتنج او الويب سايتز اللي هي الاي كوميرس زي امازون ومسلا جوميا الحاجات دي لما زادت قوي خلت الناس انها تبقى عايزة تشتري اكتر اونلاين وتستخدم الكريديك كارتز بتاعتها انها تتعرض لوفرز اكتر تتعرض لكوبونز مثلا اكتر حتة برضو الوذر والديستنس خلى الناس تتحب انها تشتري برضو اكتر من الجزء بتاع الاونلاين او انها تشتري بالكريديك كارتز برضو لو المحل بعيدة عنك وهو بعث لك اوفر فانت تقدر تشتري اونلاين منه تغيرات الجو بمطر الدنيا حر الشمس حمية الكلام دي كله برضو خلى الناس تفضل اكتر انها تشتري اونلاين وانها تستخدم الكريديك كارتز وانها تتأثر اكتر بالديريكت ماركتينج كذلك اوكي برضو من ضمن الاسباب التانية التكنولوجيكال ادبانساز زي البيبيال اوودفون كاش اه مثلا اتصالات كاش او الحاجات دي وفوري يعني كل الحاجات دي سهلت برضو على الناس انها ايه اه تقدر انها ااااااااااا تدفع اونلاين وتبقى مش قلقاينة او انها لو جالها اوفر على الايميل وده برضو لهو من ضمن التورز تدريكت ماركتينج انها ما عنداش مشكلة انها تدفع او تبي اونلاين تمام برضو عندنا اضافة فاكتورز change values and lifestyle الناس كلها اصلا دلوقت اتغيرت ال values بتاعتهم ال lifestyle بتاعهم اتغير بقت كل حاجة عندهم سريعة عايزين يروحوا الشغل للصبح مثلا بعد كده بيروحوا الجيم بيخرجوا بيسوشاليزوا مع اصحابهم بيتغدوا برا بيعملوا بيشتروا اونلاين بقاوش فاضين مثلا كل حاجاتهم بقت دايناميك بقت سريعة حتى الشباب بقى حاجاتهم بقت سريعة في كل حاجة فالحاجات دي كلها برضو ساعدت قوي لل direct marketing more sophisticated marketing techniques industry improved image يعني برضو كل الحاجات دي الماركتنج تكنيكس عندنا بقت very sophisticated بقى اننا بنعمل حاجات كتيرة قوي عشان نخلي ال customer نقنعه ان هو يشتري ال customer بقى بيقارن ما بين اماكن كتير ما بين حاجات كتير فانا لازم ادي له offers كويسة لازم طول السنة افضل اعمله حاجة عشان احفزه عشان هو يشتري مرة ابعت له كوبون مرة ابعت له ايميل افكره مرة يعني افضل وراه اكلمه في التليفون ده مثلا بنضل الحاجات اللي ايه زي industrial improved image زمان كان معروف ان التلي ماركتنج او الشركة لما يكون بكلمك في التليفون ان ده low image للشركة اوكي اللي تعطي تتصل بيك في التليفون وتعرض عليك منتجات كان ده بيقلل ال image بتاعت الشركة لكن دلوقتي لا بالعكس هو بيحاول يقرب لك بكذا طريقة دايما عايز يكلمك في التليفون يعرض لك المنتجات الجديدة يبعث لك ايميل مثلا يبعث لك ايميل يقول لك مثلا فيه بروشور فيه كوبون من فوق مثلا اه الحاجة دي الاعلان ده لو انت دوست عليه اه وفيه بوتشر وده الكود بتاع الفوتشر مثلا لو دخلت دلوقتي اشتريت على الويبسايت فانت بتدوس او بتحمل الابليكيشن وبتدخل تشتري البرودكت وتدخل الفوتشر كود فكل الحاجات دي سهلت اوي او ساعدت في البيهيوري ريسبونس للكاستمر وان هو خلته اه يعني ايه يعني ايه يعني يتأثر اكتر بالحاجات اللي يتعطي الداريك ماركتنج دي وياخد ريسبونس سريع ان هو يشتري طيب يبقى زي ما احنا قلنا كده الفاكتورز لو هنيجي نقراهم تاني اوكي هنا كان باختصار الداريك ماركتنج is one of the fastest growing forms of promotion in terms of expenditure dollar expenditure او whatever طبعا احنا بنكلم هنا دالر على اساس ان الرفرنس بتاعنا اصلا امريكان a number of factors have led to this extraordinary growth العوامل اللي خلت او ساعدت في الجراس الرهيب او التنمية الرهيبة للبيلر بتاع الداريك ماركتنج احنا قلنا اللي هما development of expansion اللي هي البريد والحاجات الكاتالوجز والحاجات اللي هي بتتبعت لمناطق معينة سواء urban او rural dwellers اللي هي الاماكن او اللي هي الانحاء او المناطق يعني اللي الناس بتروح او اللي بيبعتوا من خلالها من خلال البوستل سيربس او من خلال البريد او ان الكونسيومر وكمان الكونسيومر credit cards اللي هي سهلت على الناس انها تشتري التغيرات اللي حصلت في الهيكل بتاع المجتمع technological advances الحاجات اللي ساعدت وخلت على الناس انها تسهل عليهم قوي انه هما يشتروا وسهلت على الماركتيرز اللي هما قدروا يوصلوا للtarget customer بتاعهم الفاكتورز including changing values والماركتنج تكنيكز وزي ما قلنا الفاكتيرز والتكنيكز بتاع الماركتيرز والإمبروفينج للامج بتاع الشركة كل الحاجات دي برضو زودت وعلت من الجراس بتاع الديريكت ماركتنج طيب الدور بقى او الرول بتاع الماركت الديريكت ماركتنج في الامسي program كله الامسي لما نيجي نتكلم على الامسي زي ما قلنا اللي هو integrated marketing communication integrated يعني فيه integration between ال6 pillars between ال6 عوامية بتاعنا اللي هو منهم اول اللي احنا اتكلمنا مرفت على الادبيرتايزنج والذي نتكلم على الديريكت ماركتنج اللي هو ثاني عمود فالدور بتاعه ايه هو بيكمبينز بيبقى دايما بيدخل فعل ما بينه وما بين او بيندامج مع الother tools يعني مثلا الديريكت ماركتنج والادبيرتايزنج والبوبليك ريليشن الديريكت ماركتنج هو في حد ذاته بيعتبر اعلان يعني ايه انت لو جاتلك دلوقتي message على موبايلك بان فيه مثلا شركة معينة زي مثلا اي حاجة من هم طلب مصطفى صادق او بالمهيلز اه 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 ارسكم اي حد من دول مثلا شركة العقارات developers اه بيعمل دلوقتي اه resort او بيعمل منتجع او بيعمل compound جديد في العاصمة الادارية او ورافر ايه المكان والدلوقتي هو بيطرح اه اه شواء او فيلا للبيع اوكي انت جاتلك المسج دي المسج دي زي ما قلنا في حد ذاتها هي ادفيرتايزنج هي اعلان اوكي طيب ممكن برضو يكون public relation في ايه لو جايلك مثلا ان في مكان ده او المستشفى دي اه عامل sponsorship مع حاجة او ال product ده عامل sponsorship مع مستشفى او مؤسسة خيرية وانت لما بتشتري بتتبرع بمبلغ من الفلوس دي اه بتروح لصالح مثلا مرضى الاورام مرضى الكبد او whatever تمام فبتدخل برضو في حتة public relation طيب personal selling و sales promotion انا عملت direct marketing بعتلك لكن ممكن برضو عشان اسهل عملية البيع اخلي ابعتلك حد مندوب يعود يكلم معيك اشرحلك product اه فمنها هنا انا عملت direct marketing عملت personal selling ويا سلام بقى لو المندوب ده عمل لك عرض او قال لك ان احنا عندنا النهاردة بمناسبة مثلا ال week end بمناسبة اه happy hours عندنا اي حاجة اي الفترة دي او للمرحلة دي وانت مثلا دخلت اه for example هقول لكم example 2 ممكن يسهل عليكم انا جات لي message من محل بتاع مثلا لابتوبس وموبايلات او electronics وان هو النهاردة جمعة عامل عروض او عامل offer انا جات لي message بمناسبة او عملات اللابتوبس ده ايه وايه البراند الافضل من البراند وقال لي ان احنا عندنا نهاردة happy hour يوم الجمعة من الساعة كذا ان في كمان extra promotion او extra offer على ال offer اللي كان نجيلك على الموبايل فهمتو فال direct marketing بيبقى دايما بي combine مع ال other tools لكن هوا ما بيمشيش لوحده يعني دايما مثلا ايه بي support مع حاجة تانية يعني انت تشوف اعلان في التلفزيون advertising لشركة منزلة product بعد كده تلاقي المسج جات لك على الموبايل بالproduct ده فده بي support ده مع بعضه فهمتو الفكرة عشان كده احنا بتقول دايما ان هو ايه بي support الميديا اوكي طيب لو جينا قلنا برضو لو عايزين نشرحها اكتر احنا قلنا ان ال direct marketing هو بي combine مع ال advertising فان هو it is itself is a form of advertising which combines with public relation public relation activities often employ direct response techniques to do such things as solicit funds يعني ايه؟ يعني انا دايما بعمل activity بيبقى فيها direct response techniques يعني ابعتلك message اقولك اتبرع دلوقتي او اكتب رد بكلمة قلب وساعتها انت بتتبرع او مثلا احنا عاملين مارس النهاردة اشترك فيه علشان خاطر ده بيدعم مرضى مثلا السرطان اوكي combined with personal selling زي ما قلنا ال personal selling برضو ممكن يكون عن طريق حد بيقض معك personally وممكن يكون برضو عن طريق telemarketing telemarketing واحد بيكلمك في التليفون بيبيعلك ال product اوكي فان دول are two methods of personal selling الحاجات دي بتيوز او احنا مستخدمها ليه تجنريد sales عشان انا عايزة اعمل leads عايزة احقق مبيعات اوكي طيب لو هنيجي مثلا نقولها اكتر بشرح انه هو البيعات ال direct mail pieces are often used to notify consumers of a sales promotion or event لما بعت لحد ايميل او ابعت له ميل مش ايميل بقى ابعت له ميل عادي في البسطة بتاعه على عنوان بيته فانا بقى دايما بنتفايهم او بقوله ان انا عندي ايفنت هيتعمل في بزار في offer whatever الحاجة انا عايزة اقوله تمام combined with support media هو adding a promotional product to a direct mail increased response rate ان انا دايما عايزة اعلي response rate عايزة نخليه ان هو ياخد action اكتر ويشتري مني تمام يعني بتلاقينا دايما مثلا في وقت black friday for example بنتهري مسجات و ايميلات وحاجات كتير تتبات على البيوت وعليات في التليفزيون كل ده علشان ايه يقولنا ان فيه promotions وفيه حاجات علشان خاطر مثلا black friday ده او عشان خاطر الايفنت ده تمام وبرضو ممكن يروح بات for example عينة على البيت او يبعت لك حاجة ان انت تجربها ده برضو دايما بيسابورت ال other media و بيساعدك اكتر ان انت تاخد action بيساعدك اكتر في response rate تمام طيب companies دايما بيقرروا ايه او بي decide ايه طبعا ال program objective انت ليه عايز تعمل direct marketing why direct marketing لازم يبقى عندك هدف لو تفتكروا في اول محاضرة لما قلنا ان احنا دايما في ال plan بتاعتنا لما بنيجي نقولي pillars لازم بيبقى عندنا main objective من ال campaign كلها وعندنا objective for each and every pillar ليه انت عايز تعمل direct marketing ليه عايز تعمل advertising ليه عايز تعمل digital ليه عايز تعمل sales promotion لازم يبقى عندك objective لكل واحد فيهم فانت هنا في direct marketing لازم يبقى عندك objective لازم يبقى عندك هدف للبرنامج بتاعك ده لازم يبقى عندك هدف للبرنامج بتاعك ده لازم يبقى عندك هدف للبرنامج بتاعك ده انت ليه عايز تعمل direct marketing هل انت ناوي تعرف ال customer بالحاجة اللي انت عايزها او مثلا عايز تديره discount او انت بتقول ان انا انت بتخاطب الناس معينة انت أدراس niche ولا whatever دي حاجات كلها examples انا كتبها لكم فانت ايه ال objective بتاعك which markets to target and the strategies ايه ال strategy اللي انت عايزت تابعها هتعمل mail هتعمل catalog هتكلم الناس بالتليفون هتفتح بوصف في mall مثلا ولا هتعمل ايه ايه ال strategy اللي انت عايزها او ال strategies to use اللي انت هتستخدمها اوكي how to evaluate the program's effectiveness لازم تعرف انت ازاي هتقيس او هتإفالويت اذا كانت الحملة دي بتاعتك او ال direct marketing انت استخدمته ده هيكون effective ولا لا نجح ولا لا او عمل response rate او عمل يعني response عالي من الناس ولا لا اوكي خلي بالكو خلي بالكو خلي بالكو تاني it's a note انا كتبها لكم direct marketing is not personal selling or sales promotion هو ولا يعتبر personal selling ولا يعتبر sales promotion لكن هو it is in between يعني ايه in between يعني انا علشان انا ممكن استخدملك ال direct marketing ده through شخص بيكلم معك ويبيعلك اوكي وفي نفس الوقت ممكن يعمل لك عرض او يعمل لك sales promotion لكن ال direct marketing نفسه عشان فيه ناس بيخترت على الامر وتقولك ال direct marketing ده ايه الفرق بينه وبين ال personal selling اوكي لا اهو it's totally different احنا قلنا في بداية المحاضرة ان ال personal selling انا i can tailor the message اقدر افصل المسج اللي انا عايز اقولها اوكي طيب what are the direct marketing strategies مستقبل نهاية هتنزل همه هتكلم الناس هتكلم الناس كيف؟ تمام كده؟ اميب six objectives سادتي اول شيء to seek a behavior response انا عايز اعرف الناس شايفاني ازاي how do they perceive my brand الناس شايفة ال brand شركتي بلاحظ او بتابع او بشوف الناس بتفكر فيه ازاي او شايفاني ازاي او كلام ده كله في الحالة دي انا هنا عايزة اشوف رد فعلي للناس عن البرودك بتاعي برضو تباوض ان امتش انا عايزة اخلي الناس دايما تتكلم عني كويس يبقى فيه او الناس اللي تتكلم عني ازاي كويس الامج بتاعتي يعني ان انا احسن دايما علامة الصورة الزهنية بتاعي في ذهن العميل فدي بتبقى مهمة قوي قوي في الحالة اللي هي البراند امج برضو ده ممكن يكون ابجكتب ان انا عايزة الناس تبقى شايفاني بصورة معينة او تحسن الصورة الصورة الزهنية بتاعتي ممكن برضو يكون من ضمن الابجكتبز بتاعتي مثلا for example to maintain customer satisfaction مثلا for example انا دايما ببقى مهتمة بالكاستمر بتاعي ببقى عايزة حافظ عليه دايما ابعت له لو انا عندي حاجة جديدة اه اه لو مسلا دابني في الابجكتب تأتي بعدها ابعت له اما انا عايزة يبقى ساتسفايد ازاي واعمل له كل حاجة جديدة وزي مثلا اللي هي CRM او customer relationship management ان انا ازاي قادر ان انا امانتين العلاقة بيني وبين الكاستمر وقدر ان انا احافز عليه تمام برضو تينفورم اند اور ادوكايد كاستمرز ان اتمت توليد the future actions يعني ايه عندك حاجة جديدة عايز تقوله له فانت عايز تعرفه عايز تعرفه بايه الجديد اللي عندك علشان تعمل lead for future actions تعرفه مثلا ان انت عندك دلوقتي حاجة جديدة فيوم ما تيجي تنزل اعلان ان دلوقتي مثلا فتح الحجوزات للشوء دي او المناطق السكنية دي او للفلل فخلاص هو عرف في الاول بالشركة وعرف بايه المنتجات اللي الشركة دي بتقدمها او ايه اللي هي بتقدمها فلما تيجي مثلا انت تقول ان دلوقتي بدء الحجز خلاص بتساعده او بتسهل عليه عملية lead ان هو يروح ياخد الaction ويحجز او يشتري من عندك تمام يبقى احنا قلنا الobjectives ايه هي ان اول حاجة ان انت تسيك a direct behavioral response اه برضو many organizations use direct marketing ليه to build an image maintain customer satisfaction and inform or educate customers in an attempt to lead a future action عشان انا عايزايا بعد كده يجي ياخد action ويشتري من عندي اوكي طيب ايه الابروتش بتاعتي بتاعت ال direct marketing انا عندي two approaches فيه اللي هو اسمه one step approach وبعد كده عندي اللي هو two step approach طيب ايه الone step approach medium is used directly to obtain an order في الحالة دي هو ما بيبقاش فيه consent او اللي هو انا باخد منه agreement او باخد الموافق ان هو يتكلم معي ولا لا بتلايه فجأة كده وانت قاعد اتريفونك run حد اتصل بيك بيقولك انا فران الفران من الشركة الفرانين الفرانية وعندي منتج كزا وعندي مش عفق ايه هو ما بيسألكش اصلا حتى حريك فوضي دلوقتي ينفع كلمك ولا لا انت you approve ان انا اديك ال offer ده ولا لا اصلا او او اتواصل معيك لا ده اللي هو اسمه one step approach انا بتعمل معيك ان انا عايزة اخد منك ال action دلوقتي ال two step approach uses more than one medium هو اول حيجة بيعمل first effort اللي هو screens potential buyer بياخد منك الموافقة بيلمل في الاول خالص بيلم مثلا ال date time عن طريق ان هو يبعط لك email مثلا انت تدخل الايميل بتاعك او اي حاجة يبقى انت مدخل فيها رقم تليفونك في محل او كلام ده كله بياخد الارقام دي كلها بيعمل سكريننج ليها سكرين للداتا دي بيشوف ايه المست ابروبيت لي او ايه اللي ينفع او ايه اللي ما ينفعهوش اوكي مين الساجمنت في كل الارقام اللي انا لميتها دي مين الساجمنت اللي انا هبقى محتاجها ومين اللي لقى وانا انا ببتدي اجنريت الريسبونس ان انا ببتدي اتكلم معاك اوكي واسألك واقولك مثلا سبسكرايب ناو طب لو انت لازم اديك option كمان للانسابسكريبشن في حالة ان انت لو مش عايز ان يجي لك مني ايميلات تاني او مش عايز يجي لك مني نيوزلاتر تاني بقى عندك الابشن دايما ان انت او ان انت ترفض اوكي وطبعا ده الاحسن دلوقتي هو يعني ما بقاش يفضل ابدا او ان حد يقتحم حياتك او ان هو يبعت لك او يكلمك بدون او بدون ان هو ياخد او الموافقة منك وعلى فكرة او بيقى فيه دايما حاجات بيطلب منك الموافقة في كل مرة يعني ما بيعتمدش ان انت وفقت اول مرة وخلاص لا هو دايما بياخد منك الابروفل في كل مرة اوكي طيب ايه بقى الميديا بتاعتنا احنا كده قلنا الابروتش وعرفنا الابجكتبز والرول والحاجات دي كلها طب ايه بقى الميديا نفسها انا اقدر اتواصل معاك بالدايركت ماركتنج ده ثرو ايه عندي كذا طريقة ممكن عن طريق الدايركت ميل وده الاساسي اللي هو بتاع زمان انه بيجي لك جواب على البيت عندك او على عنوان الشغل او الكلام ده كله ده اللي احنا بنقول عليه اللي هما الدايركت ريسبونس ميديا اا ممكن يكون عن طريق الكلام ممكن يكون عن طريق الايميل اوكي ممكن يكون عن طريق البرودكاست ميديا الحاجات دي كلها هنعرفها اا التي في سبوت ان انا دايما باخد سبوت في التليفزيون انفورماشيلز اا انفورماشيلز اللي هي البرامج اللي بتبقى فيها التعريفية او الحاجات اللي بتعرف بها بمنتجات اا الهوم شوپنج ممكن يكون عن طريق ميديا أو تلي ماركتنج تلي ماركتنج طبعا هو زي التلي فون طيب هنبتدي بقى نشوف كل واحد منهم ونعرف يعني هو ليه كويس أو ليه وحش وإيه موازيت وإيه عيوب الديريكت ميل الديريكت ميل عادة كان بيبقى إيه unsolicited ميل بيبقى ممكن يبقى spam يبقى junk هو بتبقى ميل أو جواب أو حاجة بتجيلي فجأة مجهولة المصدر ممكن أكون أنا مش مش مضاقعها advertisers spend substantially on this medium هما دايما بيصرفوا أو بيصرفوا على الحاجة دي وبيبقى في الأغلب بتبقى مش متوافق عليها أو حاجات أنا ما طلبتها أو يجيلي كتلوجات وحاجات أنا مش عايزاها وفي الآخر ممكن برميها طب إيه الكيس توسكساس ميلينج لست عشان تبقى ناجح دايما خلي عندك يبقى فيه database بالأسامي بالداتا اللي انت لمتها علشان تعرف ان الناس دي هما دول اللي عايزينك يعني مثلا إيه سي مثلا أنا دخلت محل زارة دخلت American Eagle أي حاجة وأنا بشتري بيطلب مني رقم تليفوني بيطلب مني مثلا المنطقة السكنية بتاعتي الإيميل أدريس بتاعي أو كلام دا كله هو بيلمي داتا أوكي فانت بقى لما تيجي عايز تبعتلي ميسج ان مثلا زارة منازل أوفر أو منازل نيو كولاكشن أو كلام دا تبتدي بقى انت إيه تعمل سكريننج أو تفلتر بقى الداتا دي كلها اللي ينفعك و اللي ما ينفعكش أوكي ability to segment markets and offers خلي بالك برضو ان في حاجات بتبقى wrong زي مثلا التليفونات اللي هي اللي بتجيلنا علشان حاجات مثلا زي حاجات تسويق عقاري الكلام دا كله بتلاقي حد بيكلمك عشان خاطر مثلا فيلا في منطقة معينة طب انت أصلا قرفت منين ان انا دخلي يسمح ان انا اشتري الفيلا دي اللي في المكان الفراني بتلاقي دايما معظمهم و عشان كده دا اللي بيسوى الامج بتاعة ال direct marketing عموما ان هو اوقات كتير بياخد bad image لان بقى معروف ان هو اي حد بيكلمك و خلاص من غير ما يعرف اصلا انت interested ولا مش interested عندك يعني انت عايز اصلا الحاجة دي ولا لا او انت عندك المقدرة ان انت تشتري الحاجة دي ولا لا دا عيوب ال direct marketing علشان كده ساعات ناس كتير مش بتفضلوا طبعا من ال threat بتاعه ال internet اوكي تدخل على ال website و ممكن تنزل الكاتالوج بدلا ما يجي لك في direct mail اوكي catalogs and emails برضو number of catalogs mailed is decreasing بقى الكاتالوجات اللي بقت تتبعت لنا على البيوت والحاجات دي كلها بقوا ميقلوا قوي ليه لان خلاص هو الحاجات دي كلها بقت available على ال internet بقى على ال website موجود بقدر يبعت هلك عن طريق ال whatsapp او عن طريق ال group بتاعهم ال telegram مثلا ال page بتاعتهم على الفيسبوك على ال instagram فخلاص ما بقاش حد بيبعت اكتر catalogs حقيقية اوكي ال offers كلها بقت بتتبعت عن طريق ال email اوكي ال direct mail on the internet برضو بقت الناس بتستخدم اللي هو ال email اللي بيجي لك على ال internet هو طبعا lower cost يعني تكلفته قليلة قوي 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 وعنده effectiveness عالي عن ال traditional direct mail ان هو يبعت لك على البيت بقى سهل وبقى effective وسهل ان انت تخلي ال customer interested طبعا بالكرياتف وبالطريق الاعلان اللي انت بتعمله له ان هو يقدر يدخل ويدوس على ال button ويدخل على ال website ويتفرج ويقارن ما بين ال products والكلام ده كله تمام ال spam بقى اللي هو الحاجات ال electronic equivalent of junk mail ان المشكلة ان ايه ساعات بسعب بتروح على ال unwanted emails او ساعتنا بتروح على ال junk email اوكي بعد كده عندي اللي هو broadcast media and tv spots ال broadcast media بيبقى فيها طبعا 2 categories عندي television و radio او radio هل تعليشو في Direct response advertising ده بيبقى Sales response for the offered product معناه ايه ان هو بيبقى فيه دايما ال direct marketing ده in broadcast media بيبقى involved حاكتين direct response advertising small contact and support advertising ادبيرتايزنج سابورت ادبيرتايزنج اللي هو اي ادبيرتايزنج احنا بنستخدمها للادبيرتايزنج اوكي عندي برضو حاجة تانية اللي هي التيفي سبات ان انت بتاخد سبات معين في التلفزيون بيبقى شورت فورم بروغرام بيبقى فيه دايركت رسبونس وبيقى فيه اعلان انت بتتكلم فيه عن البرودكت او الكوميرشيل اللي موجود في التيفي ده اوكي عندي المشيلز برضو الهوم شوبي دا ممكن يكون برنامج كبير شوية مدته من نص ساعة لساعة بيبتدي يشرح لك تفاصيل المنتج ويجيب لك ناس مجربين ويديك رقم تليفون ويقول لك كلمني دلوقتي مثلا دا برضو زي الهوم شوبي نفس الكلام بيديك رقمه ويقدر يشرح لك ويقول لك السعر بتاع وكذا ومثلا بكل او بكل عملة يشرح لك تفاصيل يجيب لك حد بيستخدم البرودكت قدامك يجيب لك ناس جربته الناس بتقول الفيدباك بتاعها والريفيوز بتاعتها فكل دي طرق برضو من الديريكت ماركتينج لان هو جايه لك انت في برنامج مخصوص للبيت وبيشوفك انت بتشوفه وبتقدر تتكلم معه وتتواصل معك البرينت ميديا تبقى شوية difficult use for direct marketing دايما الادز compete with the clutter of other ادز يعني فيه علانات كتير قوي فبيحصل competition عالي قوي بين clutterness دا او الكم الرهيب من الاعنات ان احنا بنشوفها دايما الspace في المجلة او في الجورنال بتبقى expensive شوية ممكن تكون expensive حتى عن الانترنت والresponse rate والprofit بتاعتها are low لان انت انا شفت الاعلان في المجلة او في الجورنال مش مش شرط ان انا اخد الاكشن في ساعتها غير لما تجيني message فانا ممكن ادخل على طول على اللينك اللي جايلي في المسج او ممكن reply على المسج او لو جالي email فانا قدر ادخل على الwebsite او الapplication واشتري على طول لكن لما يجي في جورنال او مجلة مش هيبقى response بتاعه عالي telemarketing telemarketing دا بيبقى sales بس عن طريق التليفون حد بيكلمك بيقولك على product والحاجة بس بيحصل دايما فيها fraud او deception دايما الناس بتبقى خايفة ان دا ممكن يكون نصب حد بيغداعهم انت مزعج بتتكلم في وقت مش مناسب ممكن يكون انا في meeting ممكن يكون انا بره في مشوار اول كان دا كله اوكي الdirect selling هو بيبقى برضو عن طريق personal presentation بيدخل في part بتاع personal selling ان هو بيبقى في person to person selling حد بيكلم معاك بيشرح لك بيعرض عليك product بنفسه ممكن برضو يكون عن طريق non repetitive person to person selling يعني مش شرط ان هو ان انت تقابله كذا مرة او ان انت تشوفه كذا مرة non repetitive زي مثلا لو في حالة لو انت بتشتري كتب بتشتري حاجات مثلا سوفونير حاجات اثارية ما بتشترياش على طول بتبقى non repetitive اوكي فده برضو بيبقى نوع من انوايا اللي هو direct selling برضو party plans او اللي احنا بنسميها اللي هي زي البازار او كده ده برضو نوع تاني من direct marketing مكان بيفتح لك حتة معينة انت بتروحها او انت او انت target customer بتاعه فبيروح لك في المال يروح لك في اي مكان مثلا ويعمل لك زي حاجة زي بازار والناس بتبتدي تعرض منتجات والناس تدخل تتفرج وتشتري وكل لكل فده other tool of direct selling طيب evaluating انا دلاتي عملت خط spots وعملت وبحت messages وبعت emails وكلام كله انا ما عايز اقيم عايز اقيم direct marketing campaign بتاعتي دي نكحة ولا لأ فلازم اعمل لها evaluation the cost per order او cpo evaluates the relative effectiveness of an ad based on the number of calls generated ديما بتأس بي اي بالcalls بالorders اللي حصلت اوكي يعني مثلا انا انت عندك target النهار دا انت تكلم مثلا 100 عميل بتعمل 100 مكالمة اوكي المية مكالمة دي جالك منها كام lead يعني كام حد انه يشتري من عندك او يقول لك ابعت لي info اكتر علشان اقرأ او اعرف انتو بتعملوا ايه واشتري منك ممكن حاجات بقى كتير انت تقدر مثلا تعرف effective الناس بتاعها ان انت تسأل مثلا العميل لو هو بتكلم هتقوله مثلا انت عرفتني منين هل انت عرفت عن المنتج بتاعي من instagram من الفيسبوك عرفت من صحابك عرفت من اعلان في التلفزيون عشان تقدر تقيس مين اكتر ميديا من دول وخلى او عرف الناس بيك اكتر او كي تقول مثلا انت عرفتني من اه طيب لو انت هتشتري من مثلا او حد يقول لك ايه طب اديني او رشح لي مثلا اسامي ناس من صحابك عشان خطر اعرض عليهم برضو البرودكت بتاعي ولا او ممكن حد يكون انترست انه هو يشتري دلوقتي وما يكون انترست انه يعني هو في انترست بالبرودكت لكن مش قدر مسلا يشتري دلوقتي فيقول لك طب ابعت لي ديتيال وانا اتواصل معك بعد كده او طبعا هي dollar value بس احنا منتكلم in general باي currency عايز اعرف اين ال客 عندي علاقتي بي الترجمة في صورة فلوس يعني هل هو بيجي لي على طول مثلا بيشتري مني هو انترست في البرودكت بتاعتي ولا لا لو انت بالdirect marketing اللي انت عملت و جبت رجله مرة خليته يشتري من عندك هل بالضروري ان هو هيبقى موجود معاك كل مرة كل مرة انت هتنزل offer هيجي لك ولا لأ فالحاجات دي كلها برضو بتتقاس طيب نيجي بعد كده الاخر حاجة عندنا في الشابتر advantage والdisadvantage مميزات وعيوب الdirect marketing ده ايه مميزات ان هو selective reach المفروض المفروض ان هو يكون صح ليه لان زي ما احنا قلنا ان احنا بنلم data ومن data دي بنعمل screening وساعتها ببتدي اعمل validation للdatabase دي اشوف مين اللي صح مين اللي ينفع معايا ومين اللي ما ينفعش ممكن مثلا من كل المكالمات اللي كل الناس اللي انا خطبتها دي مثلا لو كلمت مثلا النهاردة مية ممكن يكونوا 30 هما منهم منصح لو انا ما عملتش screening مصبوط او مثلا من المية دول 30 واحد هما اللي خدوا الaction وتفاعلوا معايا او عايزين يشتروا مني طيب segmentation capabilities سهل قوي قوي ان انت تقدر segmental market عن طريق خيزها اللي انت عايز تنزل لها فالموضاء ده كويس قوي frequency مش من مرة ان انت لما تبعت له من مرة مثلا حيتعمل lead ويجي يشتري من عندك او كده لأ انت تقدر مثلا ان انت تحسب هو في كل مرة جاي لك ولا لا تقدر تحسب lead per pound او per currency بتاعتك او per dollar ان انت تكلمهم كذا مرة تبعت لهم كذا مرة او التاستنج تقدر تعمل تاستنج او تقدر تعمل evaluating لها عن طريق CLTV او الCPO اللي احنا قلناها cost per order وكذا التايمينج تقدر تحدد التايمينج اللي انت هتكلمه فيه او هتبعت له message وفي personalization طبعا حلو جدا انت تقدر personalize المسج بتاعتك تقدر تبعت email باسم الشخص اللي انت رايح له والcost هو لحد دلوقتي هو يعتبر من اقل الاسعار وتقدر طبعا سهل انت تقيس effectiveness بتاعه عن طريق مثلا انت تشوف اللي انت عملته ده حققلك مبيعات قد ايه او كلام ده او مثلا الاعلان اللي اللي تعرض في التليفزيون او مثلا في الهو home shopping TV جالك منه toll free جالك منه مكالمات ولا او حوزات والproduct بتاعك تباع ولا لا تمام لو هنيجي نقراهم مثلا نشوف advantage selective reach advertisers can reach a large number of people while minimizing waste coverage انا قادر كويس قوي ان انا اختار الناس والناس دي كلها ان انا اوصل لهم في وقت واحد مثلا واوصل للناس كتير قوي من غير ما هضر في الcoverage زي مثلا في التلفزيون التلفزيون انت ممكن تبقاعد انت وامراتك وولادك مثلا او انت وباباك ومامتك واخواتك وممكن تكون انت target customer لكن مامتك ما هيش target customer لليس الشركة فده اعتبر waste of coverage segmentation purchase list allow segmentation based على geographic area والoccupation سهل اوه انت تقدر تعمل segmentation للكustomers اللي انت عايزهم how often the target market is exposed to the ad كم مرة انت عرضتوا للاعلان بتاعك مثلا وهو طبعا زي ما قلنا هو inexpensive media هو مش غالي خلص رخيص تقدر تعمله testing كويس قوي باللي effectiveness بتاعه timing تقدر تحدد انت الوقت اللي انت تكلم في العميل يعني مثلا زي لو انت عايز target customer بتاعك بيشتغل طبيعي ان الوقت بتاع الصبح اللي هو مثلا من الساعة 10 او 11 لغاية 12 واحدة ان هو في الشغل مزنو ان هو meeting فده مش وقت انت تكلموا فيه كلموا مثلا بعد الظهر كلموا في وقت يكون راي الصبح بدري مثلا يعني انت تقدر تselect timing بتاعك وطبعا الpersonalization هو حلو قوي في حتة personalization والcost لحد دلوقتي رغم ان هو بيزيد شوية بس still هو من ارخص الmedium الميجرز of effectiveness سهل طبعا انت تاخد immediate feedback من الdisadvantages بتاعته ان هو image factor للاسف ساعد بيصنف مسلا ان هو ممكن يبقى junk تلاقي الايميل بتاعك راح على junk على طول for example او مسلا حد يكون بيكلمك في telefon لا انا مش فاض دلوقتي لا انا مش interested فهو دايما عنده مشكلة في حتة image اوكي تانية حاجة accuracy ساعات بيبقى في misleading لل data بتاعته او مثلا ممكن القسم يكون غير تليفون غير مثلا عنوان او كران دا كران انا مش ضمنا ان الرقم دا في ناس بتغير content support ان انت mode creation بتاعك الحاجة اللي انت بتعملها دي بتخلي content بتاعك حلو ويحط customer فمود حلو يخلي يساعد ان هو يشتري مثلا جاله email ال email دا حلو الكرياتي في حلوة قوي الاعلان في صورته الوانه جميلة في animation حلو فعمله support او العكس ان هو ممكن يكون content نفس المحتوى يكون اثر على mode بتاعه وده برضو من ضمن disadvantages حد بيكلمك مثلا في التليفون وعمل يرغي 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 يقولك على عروض والحاجات 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 والمش عارف ايه كل انت توطرت انت تضيقت المكالمة كانت مش ظريفة خالص او الكثير رغي كتير فاثر على الموت بتاعك رايزين كوست هو الحتة اللي فيها الكوست اكتر بتبقى الداتا الداتا غالية اوكي انفتا تشتدر لكن هو as a medium نفسه او as a tool هو من ارخص التول اوكي don't contact list ساعات الناس بتحطوا دايما في الblock او بتحطوا في black list عشان مش عايزة تستقبل ايميلات منهم او مش عايزة تستقبل المكلمات منه طيب زي ما قلنا كده الdisadvantages انه هو ساعات بيصنف انه هو refer to الجنك mail اوكي ممكن الaccuracy التعطو computerization has greatly improved the accuracy and currency list بس ساعات كتير الناس بتغير اماكنها بتغير ارقامها الcontent support زي ما قلتلكو is limited to the surrounding programs ممكن يبقى مزعج يبقى حد يبقى بيكلمك بطريقة مش زريفة بيرغي كتير فيضيقك as poster rates and print cost increased still برضو هو يعتبر من الحاجات الارخاص هم وزي ما قلتلكو don't contact list اللي هو ان انت بتحطه مثلا على block او junk اوكي التشابتر ده يعتبر من اصغر التشابتر اللي موجودة عندنا من اصغر التولز هو بسيط قوي قوي احنا عرفنا ايه او اخدنا ايه احنا عرفنا ايه الarea بتاعت ال direct marketing tool عرفنا ايه strategies وال tactics وال tools اللي بيستخدموها اه الميديا اللي من خلالها قدر اعمل direct marketing زي ما قلنا home shopping وال direct mail email information كل الحاجات دي كلها determine the scope and effectiveness of direct marketing ازاي تقدر تعمل او the effectiveness بتاعهم و the advantages and disadvantages thank you so much يا شباب اشوف كل المحاضرة جان شاء الله ما بلور تلت